اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير العدل المستشار عمر مروان لمتابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكمة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه بمواصلة فتح فروع جديدة للتوصيق وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها خاصة في محاكم الأسرة حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي 309 ألاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 والتي أصبح يتبقى منها حوالي 100 قضية فقط منظورة حاليا أمام المحاكم وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره لجهود السادة القضاء في سرعة إنهاء قضايا المواطنين والتطلع إلى الاستمرار في نهج هذا الأداء الكفء الذي يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي كما استعرض المستشار عمر مروان نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية والذي استمر طوال سنتين وذلك لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك لاتفاقيات الدولية وبيان ما هو ساري منها واستبعاد من تهى العمل بها أو تم إلغاؤها وأيضا ضم أي التعديلات إلى القوانين الأصلية لها حيث أصفر هذا الجهد عن تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها ستمائة وثمانية عشر قانونا من أصل سبعة عشر ألفا وتسعة وأربعين والاتفاقيات الدولية تبلغ ألفا وتسعمائة وسبعا وتسعين من إجمالي أربعة ألاف وثلاثمائة وستين مع وضع إطار مرن للتعامل المستقبلية مع تلك القوانين يتيح التعديل والتغيير الفوري عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة وعلى نحونا يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض أيضا أبرز محاور تطوير منظومة التقادي خاصة ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات لسيما محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقر المحاكم فضلا عن سرعة الانتهاء من إنهاء الأعمال الخاصة بتطوير مجمع محاكم الجلاء وكذلك تشكيل لجنة هندسية لمعينة المبنى التاريخي لمحكمة باب الخلق وإعداد تقرير عن حالته الإنشائية إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لسرعة ميكنة المحاكم الابتدائية ومحاكم للسناف وتابع السيد الرئيس كذلك جهود وزارة العدل لإعداد مجموعة من الخبراء من وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء وذلك للاستعانة بهم في قضايا ازدراء الأديان فضلا عن ما يتم من تأهيلهم من الناحية القانونية للتعرف على أركان الجريمة وما يلحق بها من ظروف أخرى كما استعرض السيد وزير العدل جهود تطوير منظومة الشهر العقاري حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم